موسيقى السلام عليكم مشاهدين اهلا بكم الى الموجز الاخباري من قناة الشروق اصدرت القوات المسلحة امس تعميما صحفيا اكدت فيه التزامها بالعملية السياسية الجارية بالبلاد وجاء في التعميم تؤكد القوات المسلحة التزامها التام بالعملية السياسية الجارية الان وتشكر جميع المشاركين في ورشة الاصلاح الامني والعسكري وتنويه الى انها تنتظر عمل الاجان الفنية التي تعمل على اكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولا لجيش وطني واحد يحمي تحول ديمقاطي وذلك تمهيدا لان تكون هذه التفاصيل جزءا من الاتفاق النهائي اكدت سفارة الامريكية ان السفير الامريكي بالخرطوم جون جودوفري وموظفين اخرين بالسفارة تعرضوا امس لحادث سير في الخرطوم واضفت انه تم نقلهم الى احدى مستشفيات العاصمة للاطمئنان على حالتهم الصحية وذكرت سفارة في بيان مختصر لها ان السفير جودوفري خرج من المستشفى وهو الان بالمنزل واشرت الان اصابات السفير والطاقم المرافق له كانت طفيفة وامتنعت سفارة عن الادلاء باي تعليق اخر عن الحادث في الوقت الحالي التقى نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو امس الفريق وزير الداخلية عنان حامد محمد عمر مدير عام قوات الشرطة واستمع دقلو الى تنوير مفصل حول احداث منطقة تندلتي بولاية غرب دارفور والتدابير التي تمت لاستعادة الامن والاستقرار ناسيما من قبل الشرطة ولجنة امن الولاية بشأن التحقيق وكشف الجنات والنازحين بسبب الاحداث اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر ابو بكر حجر على خطط وبرامج ومشروعات وزارة الاتصالات والتحاول الرقمي لتطوير وتحديث قطاع الاتصالات في البلاد وشاد حجر خلال لقاه امس وزير الاتصالات وتحاول الرقمي المكلف عادل حسن محمد الحسين الى ضرورة دعمه لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال قطاع الاتصالات وامن اللقاء على همية توسيع وتطوير شبكة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانترنت في كافة ارجاء البلاد ورياضيا نأدى المريخ ميرانه الاول في القاهرة مساء امس بملعب فندق حرس الحدود استعدادا لمباراته امام الزمالك يوم غد الجمعة في الجولة السادسة لدوري مجموعات ابطال افريقيا كل الثمانيات للمريخ والهلال بعودة ظافرة ومشرفة من قاهرة المعيز اذا مشاهدين للمزيد من المعلومات والاخبار يمكنكم زيارة موقعنا الشروك دوت نيت في امان الاحب اشتركوا في القناة